سيد الخير على جميع الطلبات الطالبات الطالبات الشهادة المرحلة الادرية بمرحلها الثلاثة والسانوية والابتلائية معكم مستر محمد من قناة استوديوز مستر محمد ان شاء الله المادة متكاملين فيها لغاية نهاية الترم المراجعة وان شاء الله خير اتمنى لكم كل توفيق واتمنى انتم تتابعوني على قناة استوديوز مستر محمد اه ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك على الفيديوهات عشان تشوي يجي توصلك كل جديد من الفيديوهات اللي عندك ويلا بسم الله نبدأ مع بعض بسهل الخير جماعة طلبات الطالبات طلبات الطالبات قول عدادي اهلا بكم مع قناة استوديوز مستر محمد وان يوتيوب طبعا انتم نورنا دايما ومشرفنا لكن النهاردة الصهرة ان شاء الله هتبع معايا مش انا الواحد هتبع زي ما انتم شايفين هتبع مع كتاب المعاصر final revision مراجعة نهائية اه ان شاء الله هنحاول ان خلاص الكتاب عالعد من قدر معلش انا معاي مراحل كتير شغل بعمل لها مراجعة عشان كده ممكن الحلقة بتمتبقاش منتظمة اوي بس ان شاء الله وعدكم كل فترة هنشتغل مع بعض وحنرجع مع بعض على طول احتمال كل يوم او كل يوم ان ننزل الحلقة على اليوتيوب اه الفكرة ببساطة ان انت اكيد انت ممتاز وشاطر في اللواقع ولكن احنا بس ايه بنفكرك بالحاجات اللي وعا منك وبنخليك تفتكرها معنا لان المجهة الملهج زي ما انت عارف سكس يونت ستة يونتات فممكن تقول اليونت في ست دروس فممكن تكون الدرس واقع منك او حاجة او جرامر فانا تحت عمركم في اي حاجة وش هتقول عليكم زي ما تشرايفين في الصورة كتاب المعاصر ونفتح مع بعض الكتاب الفاينر فيجن في بيج 24 تمام كده ما فيش كلام ان من اصعب الاسئلة اللي بتقابلكم في الامتحان او انتو مش بتحبوها هو سؤال المحادسة او الديالوج يلا بنا كده نشوف مع بعض عندنا ايه language function complete the following ذلك مروة what are you doing ماذا انت تفعل I am using my انا بستخدم my mobile phone mobile phone بستخدم تلفون المحمول بتاعي طيب why لماذا to send لكي ارسل send يرسل عشان ابعت ايميل can you طب هل انت تقدر تعمل ايه سيلفي take a selfie تاخد صورة selfie yes i will send you one of my ايو انا حابعت لك واحدة من ايه my photos واحدة من صوري do you watch videos on your mobile هل انت شاهدت الفيديوهات على موبايلك sometimes احيانا do you like to watch طب ايه مين الشخص اللي بتحب تتفرج عليه هو من محمد صلاح ايز او محمد صلاح of course نشوف بعد كده مع بعض اهي ايام نادا انا اكون نادا ايام فروم هارجادا انا اكون من مدينة الغرداءة بايزارتسي بالكرب من البحر الاحمر ايام اين بريبراطوري وان انا في قول عدادي ات سكول في المدرسة my favorite subjects المواد المفضلة عندي are science and home economics الاقتصاد المنزلي على فكرة معنى الكلمة ديت we have science and math in the first lesson every day يبقى عندنا في كل يوم في اول حصة science and math نشوف كده اللي بقي هناك home economics on saturday tuesday لكن احنا عندنا مادة الاقتصاد المنزلي يوم tuesday يوم الثلاث i always do my homework before i have dinner دايما بعمل وقت بقبل ما بتناول العشاء i usually have a shower انا عادة باخد الشاور بتاعي عند surf the internet وبتصفح الانترنت on my mobile phone على موبايلي i sleep at 10 pm انا بنامس ساعة عشرة مساء سؤال الاول what is the main idea of the passage يعني ايه هي الفكرة الرئيسية للقطع دي طيب يبقى ممكن نقول هنا نادا routine الحياة اليومية ايه لنا دا او daily life تنفع برضو اجابة ممتازة السؤال التاني windows هي امتى بتروح تنام مكتوبة في اخر عندي 10 بي ام do you think هل تعتقد ان this is a hard working يعني جدا في عملها yes طب ليه بتقول عليها كده because بسبب she always هي دايما does بتقوم بعمل her homework واجبها before دينار قبل واجبة العشب نادا is in يا ترى هي في سنة اولى ايه اولى اعداد يبقى preparatory here is boy هي بجوار البحر الاحمر red sea home economics is a school ايه هي subject الي جابة الصح بشوف بعد كده سؤالي le choice او le choose my is my father or mother's sister اخ اخت بوباي او اخت مامتي تبقى the aunt العم او الخالة are your parents الوالدين mom and the dad the boys are going to the cinema with الاولاد راحين السينما مع their mother مامتهم ملكية the baby girl البنت الصغيرة is playing with her toy لعبتها my father speaks to work by car always goes دائما بيذهب نكمل مع بعض swimming is my السباحة تكون my favorite hobby some people's study بيدرسوا ايه to make some shows عشان يعملوا بعض العروض يبقى دراما money has a here it's not straight شعرها مش ناعم curly محمد محمد صلاح از اين اجيبشيان او مي هي اللي هو العمل التطوع ان شاء الله حصل اللي جاية مع بعضها والحلقة اللي جاية سوري هناخد السؤال الرقم خمسة وستة افتكروا كده هنحلوه مع بعض اللي هي شكرا لوقاتكم معايا مش هطول عليكم عشان انت لمبادري ويتصبحوا على خير كان معكم مستر محمد من قناة الزرز وستر محمد شكرا لكم اتمنى لكم وقت سعيد وان شاء الله المادة تكون سهلة بالنسبة لكم وتكونوا استفادتوا معايا مع الحلقة الجميلة لدية ويتصبحوا على خير باي باي مساء الخير على جميع الطلبات والطلبات والطلبات للمرحلة الأددية معكم نستر محمد من قناة الصديوس نستر محمد نكملين مع بعض إن شاء الله مراجعة نهائية وتابعوني إن شاء الله لحد ما نخلص المراجعة وإن شاء الله المادة دي مقفلين فيها لو اتبعتوني لنهاية الحلقات وإن شاء الله خير شكرا بسم الله يلا بل نبدأ